وفي الأرض المقدسة قال الأب عيسى مصلح الناطق الإعلامي باسم بطرياركية الروم الأرثوذكس أن الظروف الأليمة والحزينة التي يعيشها أبناء شعبنا في سائر أنحاء فلسطين وخاصة في قطع غزة حتى مت على بطاركة ورؤساء الكنائس اتخاذ قرار اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد على الشعائر الدينية والالتزام بالجوانب الروحية من العيد والصلاة من أجل خلاص شعبنا من ويل الحربي وألم فقدان الأعزاء ومساندة الأهل في غزة من خلال تقديم كل أشكال الدعم لهم وأشار قدسه إلى أنه لن تكون هناك إضاءة لشجرة عيد الميلاد أو أية مظاهرة للاحتفالات في بيت لحم والقدس وغيرها من المدن والقرى في الأراضي المقدسة مؤكدا بأنه بالرغم من القصف إلا أن جميع الكنائس والمؤسسات التابعة للبطرياركية ستبقى مفتوحة لاستقبال أهلنا في غزة وخاصة العائلات التي اضطرت إلى النزوح أو إخلاء منازلها المدمرة مطالبا التعاضدة والوحدة في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها الأرض المقدسة